هل الخلق الكتابي يتطفق مع العلم الحديث؟ احنا حكينا شوية فيه وحكينا عن نقطة البدايات سواء الدنيوية أو الكتابية بس لازم نصل للشيء المحوري أو المركزي بالضبط كده وهذا اللي أنا عاوز أسمع منك نتكلم عن الخلق الكتابي لأني للأسف عدد كبير ما بيراش الأصحاح الأول والتاني من سفر التكوين كويس مش بيعرف يعني أنا عايز أحط تحدي بكل محبة للأحباء اللي بيشاهدونا لو قلتلك في اليوم الثالث ربنا خلق إيه أو في اليوم الخامس ربنا خلق إيه ترى هتقدر تعرف أنا مش بتحدى أي حد لكن وانت بتتكلم موضوع الخلق يعني هل الأيام الستة كيف الله خلق بتمشي بطريقة منطقية مثلا ماذا بقى اللي عايزين نعمله دلوقتي آه أوكي طيب أنا ممكن عم بسبق الأحداث لا 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 من حقك من حقك فضل في اليوم الأول عمل إيه رب عمل السماء والأرض والزمن والنور أوكي فدي شيء المهم آه في البدء خلق الله السموات والأرض وعم بيوصف الأرض أنها كانت خاربة وخوية آه أوكي يعني هلأ بيقودنا لسؤال تاني كتير اللي عم بيقولولنا أنه الزمن أو اليوم يعني ممكن يكون ملايين السنين آه لا هو الحقيقة ما ينفعش ليه لسبب واضح جدا لأنه في نهاية كل يوم من الأيام الستة بتعرف وعليش سامحنا أنا بحاول أحكي أنا إيماني أنه اليوم هو 24 ساعة وأنه الله مش محتاج ملايين سنين الله يقول كن فيكون أنا عارف إيمانك وأنا يعني يعني بس أنا عم بجيب الأسئلة اللي فعلا حتى في ناس كتبيين ومؤمنين حلوين حلوين يعني مرة في واحد بهدلني أنت بتآمن فعلا أنه ما هو فيه في البدء خلق الله السموات والأرض وعند تقدر تعطيها أزمني دي نظرية اسمها الجاب ثيري أو الفجوة والحقيقة أنا عامل جزء كبير قوي شرح الموضوع ده بالتفصيل بس أنا هلخص الكلام جدا في الجزء ده بس واضح عشان عشان تبقى واضحة لم يقول في البدء خلق الله السموات والأرض وكانت الأرض خريبة وخوية وعلى وجه الغمر زورمة وروح الرب يرف على وجه المياه الواو تعني العطف ولا تعني التتابع يعني إيم في البدء خلق الله السموات والأرض ويعني بيشرح لنا الأرض وكانت مش ثم أصبحت مظبوط حتى لغويا من ناحية العبرية برشيد برا إلهيم إيت هاشامايم في إيت ها آردس في ها آردس هيتاتوهوفوفوه اللغة العبرية يس وده رائع طبعا حضرتك متبحر في الأمور دي وده شيء جميل جدا ليه بقى لإني الناس قالوا فكرة ملايين السنين نشأت في الجيولوجيا الأول هو عشان ينقذوا الكتاب المقدس يعني عشان الكتاب المقدس مش محتاج إنقاذ فهم قالوا إيه يبقى فيه فجوة زمنية ويقولك أن دي سقط فيها الشيطان وحصل تدمير للعالم القديم وبعدين الله خلق في ستة أيام ده اللي بيقولوه ويقولك ناخد بقى الحفريات والديناصورات هي الكلمة في العبر بتعني يعني فورملس يعني بدون شكل لأنه ما كانش فيها حياة الحياة بدأت في اليوم الخامس أكيد تمام فما كانش لها شكل وكانت محاطة بالميا ده يختلف عن فكرة العالم لما هندرس نشرية الانفجار العظيم بيقولك إنها كانت كتلة ملتهبة ده وضع مختلف تماما بس خليني أركز لك على حتة ملايين السنين اللي حاولوا يحطوها مع اعتراف سريع دكتور إنه معانا بس عشر دقايق ممكن في حلقات تانية نتكلم بالتفصيل لكن نشرح بس الستة أيام دولا فكانت ده كان وصفها إنه ما فيهاش حياة وما ينفعش نحط ملايين السنين بين عدد واحد واثنين حاول يحط ملايين السنين بين كل يوم والتاني يعني قالك أنا ليه أفسر الكتاب طالما ما فسرش الموضوع بالزبط ليه أنا بضيف عليه ما هو غلط كمان آه بالزبط هم ماخدين اللي هو العلم الافتراضي وبيحاول يحشروه في الكتاب المقدس يعني عشان يساعدوا الكتاب آه هو مش محتاج مساعدة أكيد لأنك لما بتحشره بتبوز الدنيا هو وريك إزاي بتبوز الدنيا يعني تمام كل يوم بقى محكوم ليه بنقول 24 ساعة لأنه محكوم بمساء وصباح وبرقم في اللغة العبرية اللي تكتب بيها الكتاب المقدس لما يكون فيه مساء وصباح يعني 24 ساعة لما يكون مرتبط بيوم رقم واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى يوم وده القموس العبري اللي بيقول الكلام ده مش هل صمام فالموقف كالآتي النوم هم حاولوا يحطوا ملايين السنين وفقدوا اللغة اللي مكتوب بيها الكتاب المقدس اشتركوا في القناة